اللقطة الحقيقة اللي تخص الجمهور بشكل كبير بتتكلم على علي معلول يعني الحقيقة علي يوم عن يوم مطش عن مطش ديئة عن ديئة بيلعبها بقالوان النادي الاهلي بتزيد مكانته بشكل كبير جدا في قلوب الاهلوية والحقيقة مش بتكلم هنا يعني وطبعا انت لما تقيس مشوار علي اللي اعتقد بتتكلم على ثمن مواسم مع الاهلي كمحترف بتتكلم على واحد من افضل المحترفين اللي جم في الملاعب المصرية مش بس في النادي الاهلي على مستوى كل الاندية المصرية افضل المحترفين الاجانب اللي جم في تاريخ الكرة المصرية فهو لاعب مش محتاج حد يقيمه ولا حد يقول ده لعيد كويس ولا مش كويس ولا اضافة ولا مش اضافة لكن انا بكلمك على العلاقة يعني امبارح لما لبس علي معلول شورت الكابتن لو شفت رد الفعل اللي حصل من الجماهير وانا واثق تماما انه الناس اللي قاعدة كان بتتفرج ورا الشاشة حست كأن الاهلي جاب جون يعني عارف حالة الفرحة لما الاهلي بيجيب جون نفس الحالة دي انا حستها انا اتبسطت العالي مبارح لانه يستحقها عن جدارة وانه علاقة اللي بينه وبين جماهير نادي الاهلي علاقة متينة جدا صعب مهما كانت قصة النجاح هي مش قصة نجاح بس يعني هي مش قصة ارقام او اهداف او مساهمات لكن العلاقة اللي بين علي وبين جماهير نادي الاهلي يمكن تتخطى كمان حدود ملاعب كورت القدر هو صنع ده بنفسه هو وصل ده هو نجح في انه يوصل الرسالة دي ان انا واحد منكم وعشان كده الناس حبت علي وفرحت لعلي انا بقول لكم يمكن الفرحة اللي انت شفتها الاستاذ مش ممكن ابدا تتقارن بالفرحة اللي كانت عند كل جماهير نادي الاهلي اللي بتفرج مع صحابها اللي بتفرجوا في القهوي اللي بتفرجوا في بيوتهم باللحظة اللي ارتدى فيها علي معلول شرط الكابتن فالحقيقة كل التحية والتقدير لعلي معلول حسين الشحات مبارح عودة حسين او استعادة حسين لجزء كبير جدا من مستوى ولسه امام عشور مفتاح من اهم مفاتيح النادي الاهلي وبرضو الحقيقة حتى لما بيبعد او بيغيب يعني لاصابة او لأي سبب بيرجع الحقيقة برضو وقف على رجليه ومهم واحد من اهم مفاتيح النادي الاهلي فانت بتتكلم النهاردة على انه غاب ياسر وقف ربيعة او جي ربيعة ويعني ثبت نفسه في مكانه وقدم مستويات رائعة غاب ربيعة لإيقاف امبارح الربيعة طبعا يرجع لسكواد الاهلي ان شاء الله بداية من مبارات للتحاد يوم الثلاث لكن غاب ربيعة امبارح متولي ظهر الحقيقة بمستوى اكتر من رؤى وده في الاول والاخر يحسب لجهاز فني عارف الاول امكانات لعابته كويس جدا عارف يوظفها لانه في اوقات كتير جدا بص الجدول الدوري من غير ما اقول اسماء بص على سكواد الدوري بص على كل فرقة وشوف السكواد بتاع فرقة بعينها عامل ازاي تقول من اول السيزن السكواد ده جماعة هينافس السكواد ده جماعة متكلف السكواد ده جماعة في اسماء تقيلة لكن تعالى بص على النتائج وعلى المراكز هتلاقي العجب العجاب ما اصدش ان انا اقلل من حد والله بس انا بقول انه هي قدرة جزء كبير جدا وانت بتقايم المدير الفني هي قدرته على توظيف الامكانات اللي موجودة تحت ايده على انه مع اسكواد في 30 اسم انه 30 اسم يبقوا جاهزين في اي لحظة على انه لما يبقى فيه لعيب بعيد قوي بسبب تراجع مستوى بسبب اصابة بسبب 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 لما اللعيب ده يحتاجه يظهر في افضل صورة ممكنة ودي واحدة من مميزات مارسل كولر ممكن تاخد عليه مفيش مدير فني كام نحن النهارده جوارديولا ليه اخطاء انا بتكلم على جوارديولا وهو بالنسبة لي افضل مدير فني شفته في تاريخ كورة القادر يعني انا ما شفتش فيه مدربين عظماء جم يعني فيه فيه آليكس فيركسن فيه أوتمر هيتسفيلد فيه فيه كتير قوي يورجين كلاب حاليا كارلو عنشيلوتي وانا مش من مدرسه وما بحبهاش محبش كورة بيقدمها يعني لكن في نهاية ومدرب من مدربين عظماء اكتر مدرب او مدير فني حق شامبيونز ليج ففيه مدربين عظماء لكن على مستوى الكواليتي انا بشوف انه جوارديولا في حتة تانية خالص ومع ذلك ليه اخطاء واخطاء فدح يورجين كلوب ليه اخطاء واخطاء فدح انشالوتي ليه اخطاء واخطاء فدح كل المدير الفنيين مفيش مدير فني هتقدر تقول انه بيقدم اللي بيبحث عنه الجمهور بنسبة 100% فبالتالي ممكن ناخد بعض التحفظات ممكن نشوف الاداء بس في النهاية الاهم بالنسبة لي انه الاهداف بتاعتي بتتحقق كجمهور نتمنى ان شاء الله باذن للمطشين اللي جايين وهو المطلوب إثباته وهو ده اللي انا هتكلم فيه